اللي حنتمنيه بالنسبة للنجمة اليدي الساحلي وأيضا مترجي أهم حاجة نشوفه مقابلات خير حتى اليوم مقابلة ما كانتش خايبة فنين ولكن كورونا نتمنيه مقابلة خير على مستوى خاصة على أقل خاصة على مستوى الفورس والأهداف المقبولة والمدفوعة لقطة في نهاية المقابلة خذي عليها حمرة لعب زاد دام لعب الترجي يدي توسيط ونرجع لللقطة لو كان فهم اللقطة هذه اللقطة أكيد بعد انتهاء المقابلة حكم الجزائري أعطى بالعودة للفار أعطى حمرة لزاد دام اللي مشاه للبنك بتاع نجمة اليدي الساحلي حاب يسلم لا سمح لك هنعمل وصف لللقطة لا لا عملت وصف للخرانية أنا مزلت ما بديش قطر أنا قلت راهو خذي حمرة على اللقطة هذه اللقطة هذه هي زاد دام مشاه لبنك النجمة اليدي الساحلي زملائي وقبل في النجمة اليدي الساحلي يسلم عليهم المسؤولة ذاك اسمه فهمي النيفر على حسب من ذكر رئيس فرع في النجمة اليدي الساحلي وما حابش يسافح زاد دام فرفض انه يسافح زاد دام فعمل رياكسي هو معنتها حاول يعتدي عليه وكانت صورة واضحة واستحق عليها ورقة حمرسي عبدالباقي تعليقك ربما ربما في مثل هذه الوضعية زاد دام كان عليه ان لا يذهب للبنك في الوقت ذاكي كان نجم يمشي يسلم على صحابه كي يتبرد من بعد انفوز في السيارات ولا انك تمشي في المباشر وقدام الكاميرا والفريق خاسر وانت يكون تلعب في فريق متاع النجمة اليساحلي وجمهور نجمة تغشى عليك ونجمة يكون مسؤولة ذاك متغشى عليك وبالتالي كانوا زاد دام اسأل التعامل مع اللقطة ذاك اسأل تقدير مش طوحي اسأل تقدير اي التقدير ثم التعامل زاد دام تصور روحه في السياد معناه فرمي معناه في الاسبريم تاعنا متاع الجو العام متاع الكورة ماذا بينا توفى الماتش كل واحد دي بعد عالاخر فهمت ثم ناس خلوقها ما تقبلش هلا غالب فهمت بان وزاد دام في بالو هذو مولاد جمعية اللي انا تربيت فيها ولكن هناك نعمل انا مقارنة بين زاد دام كيفاش تصرف مع جمعية اللي تربى معها وجمل كيفاش تصرف مع الجمعية اللي تربى معها كيشانت البنالتي ثم فرق كبير في الاخلاق واضح اشنو معناها جمال نرجعوا اللقطة متاع الجمال وقشد البنالتي شعمل اي 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 شعمل في اتجاه جمهور الفريق اللي تربى فيه من اللي هو ايكل فهمت في المطلق احنا ماذا بينا على اللقطات الاخلاقية هذي ولكن اللي عاملوا زاد دام يتحمل مسوليته وغالط في ردة الفعل متاعه لانه يا اخويا وفا ما تشختاني ثم ناس بتحملش ونفهمها انا واحد من ناس ان نقدر معناه انسان من نرفس تعمل زيام يدر بيه حد عنا عبيد هكا لغالب بكنا زادت جينا احنا جينا وضعيات بتاعها جي تكلمني يقول لك بلاي شكل اختاني فهمت كيما قال انتي دي ما تقول هالي سي عبد البيت لا عمري ما قلتها والمرة قلتها خلنا ندخله للدوش وندوشه ونبرده وبعد طول نتقابله وكانت قابلنا فهمت وهنا ما نحملش زدام واحده المسولية حد حملها للمؤثرين في الترجيري التونسي انك انت تحذر ملاعب بيتك لكل الوضعيات وتعرف انه زدام اليوم في وضعية محرجة جدا انه تقريبا هو الماتش يلعبوا ضد الاخرين يظن يملعبش فيهم ضد اللي توالة اللي هي الفريق الأمة اللي تربى فيه وهو وضع محرج بالنسبة لي تحذروا للوضعيات الكل يا أخي اكتفيه بانك نسلموا على بعضنا في التيران وحتى في التيران كان واحد عمل ليدي هيك نطل ليدي لاني توليراني نتعدى ماشي للبنك لحد غاديك